وعلى الكهرباء. حضرت حلقتي يسقط حكم الفاسد؟ طبعا. طبعا. حب يأخذ رأيك فيها. يعني بعرف أدي تسنيع العمل شبابنا بالوحدة الاستقصائية؟ أول شيء أكيد في حرافية ممتازة. عم بحكي مهنيا وصحافيا. بالمضمون نعم هناك أمر مريب. يعني أقل شيء فينا نقوله. هناك أمر مريب بهذه العلاقة. يجب توضيحها من قبل القضاء. بالنسبة لجان عزيز. هل هناك برأيك علاقة أو تورط ما لوزير الطاقة؟ أنا داك جبران باسيل. بمالف أو موضوع عمولات بالبواخر؟ أكيد لا يوجد أجزء أبدا. ما سمعته يطرح علامة استفهام مريبة. حول علاقة هؤلاء الأشخاص. اللي ظهروا. يعني رالف فايصل وفادل رعد. بعلاقتهم من جهة مع أحمد الصفادي. ومن جهة تاني مع وزارة الطاقة واللجنة الوزارية. ومن مصلحة جبران باسيل. مش يرد هذا البيان اللي عمله. لا. يطلع يوضح الأمور بشكل شفاف جدا. لسبب بسيط يا سمر. كلنا منعرفه. هذا ملف كسر لبنان. هذا ملف كسر لبنان. يعني مش عم نحكي عن قرش وقرشين. بس أنا بدي أعطي مسالين صغار. يا عمي الوزير وقام وهاب ضده لنائب باسيل. منه ضده؟ حليف. والجمعة الماضية كان عامل جلسات مطولة. وقام وهاب معك. تذكر صحبة سجلة عندك يا سمر. صح أكيد. قبل الانتخابات. ورجع مع زميل عماد مرمل على المنار. يقول يا عمي. في 300 مليون دولار بيتوزعه سنويا. 300 مليون دولار طيب. اتنين. الوزيرة زينة عكر ضده للنائب باسيل. هذه الدولية للمعلومات على لسان. جواد عدرة. 400 مليون دولار سنويا. هذه 6 مليار بس بعقد. السوناتراك. هذا ملف. كسر لبنان. كسر لبنان. غرد دكتور جان علية. اليوم. على الساعة 9 الصباح. لم تكن صرخة 13 نيسان. المؤتمر الصحافي الذي عمله. ردا على نائب غرد. غرد من سربه. بل طرحا واقعيا. لبدء التدقيق الجنائي. من صفقات البواخر. أثبتت معطيات الاعلام الاستقصائي. لتلفزيون جديد. وما تردد عن قدرة انتاجية بمئات الميجاوات. غير مستخدمة. ضرورة انطلاق التدقيق الجنائي سريعا. لبيان الحقيقة. كذلك. يزيد شغل بعد. بالذات السيئة. كلام الوزير وهاب. كلام الدولي للمعلومات 400 مليون دولار. في مؤتمر جعل القلية. في محامي. في محامي الشركة المعنية طلع عندكم على الهوى. أنا استهولت. قلت أكيد بكرة. طلع دمر حاله. طلع قال. كنا نوزع. كنا ندفع 20 مليون دولار هداية. هون 20 مليون دولار. بيندفعوا لموظف المختبر. أنا توقعت انه تاني. كذلك. يا حضرة المهندس النائب. جبران بسيل. انت أكثر إنسان عندك مصلحة. طلع بكل الوسائق. بكل الوقائع. رد على هذا الموضوع. وضحه. سكره. انت خذ صفة الادعاء الشخصي عليهم كلهم. الدعي شخصيا عليهم كلهم. حتى نسكر هيدا الملف بشكل نهائي.